في أعماق البحار الدايفونية حيث تسود الظلمة والغموض سكن وحش بحري أسطوري هو الدنكليوستيوس كان هذا العملاق المدرع شبيهاً بدبابة حربية متحركة يجوب المحيطات بوقار ملكي تخيلوا مخلوقاً بحرياً يرتدي درعاً من العظام وفكاً قوياً كآلة تقطيع وأسناناً حادة كالشفرات كان الدنكليوستيوس بلا شك سيداً للمحيطات يثير الرعب في قلوب كل من يواجهه فك لا يرحم وقوة لا تضاه كان فك الدنكليوستيوس آلة قتل مثالية قادرة على توليد قوة عض هائلة تكفي لسحق عظام ضحيته بسهولة تخيلوا قوة عض تزيد عن وزن سيارة صغيرة تستطيع أن تفتت أي شيء يقف في طريقها ومع هذا الفك القوي كان الدنكليوستيوس صياداً ماهراً يتغذى على الأسماك الكبيرة والحيتان البدائية لم يكن الدنكليوستيوس مجرد صياد بل كان حاكماً بحرياً بلا منازع كان حجمه الهائل ودرعه القوي يمنحانه هيبة لا تضاه تخيلوا هذا العملاق وهو ينزلق ببطء عبر المياه يراقب فريسته بعيون باردة وحادة كان مشهداً يبعث على الرعب والرهبة في نفس الوقت الهيليكوبرون المنشار الدوار المرعب في أعماق البحار القديمة عاش مخلوق غريب الأطوار هو الهيليكوبرون كان هذا المخلوق البحري يتميز بفك سفلي غريب الشكل يشبه المنشار الدوار تخيلوا سمكة قرش بفك على شكل قرص مزود بأسنان حادة مرتبة بشكل حلزوني كان هذا الفك آلة قطع مثالية قادرة على تمزيق الفريسة إلى قطع صغيرة بسهولة فك حلزوني لغز محير لطالما حير العلماء شكل فك الهيليكوبرون الغريب كيف كان هذا المخلوق يستخدم هذا الفك؟ هل كان يقطع الفريسة أم يسحقها؟ لا تزال هذه الأسئلة محل جدل بين العلماء ولكن ما لا شك فيه هو أن هذا الفك كان سلاحا فتاكا يجعل الهيليكوبرون صيادا ماهرا كان الهيليكوبرون صيادا ماهرا يستخدم فكه الحلزوني لاستياد الفرائس الصغيرة والمتوسطة الحجم تخيلوا هذا المخلوق وهو يلاحق فريسته ببطء ثم يفتح فمه فجأة ويغلق عليه على الفريسة مستخدما أسنانه الحادة لتقطيعها إلى قطع صغيرة كان مشهدا يبعث على الرعب والإشمئزاز في نفس الوقت المزاصور سيف البحار المفترسة تخيلوا بحرا هائجا يغطي مساحات شاسعة من كوكبنا تسكنه مخلوقات بحرية ضخمة أضخمها بلا شك هو المزاصور هذا الزاحف البحري المهيب الذي عاش قبل حوالي 82 إلى 66 مليون عام كان بمثابة ملك لا يضاهى في عالمه تخيلوا فكا طويلا مزدوجا مفصلة وأسنانا حادة كالشفرات وجسما سيابيا يبلغ طوله حوالي 50 قدما هذا هو المزاصور صياد لا يرحم كان يتجول في البحار بحثا عن فريسته سواء كانت سمكة قرش أو طائرا أو حتى زاحفا بحريا آخر فإن المزاصور كان يعتبر كل شيء وجبة شهية الشاستاصوروس العملاق الساحر لننتقل الآن إلى عصر آخر عصر الديناصورات حيث تجول زاحف بحري ضخم يدعى الشاستاصوروس هذا المخلوق الذي عاش قبل حوالي 200 مليون عام كان واحدا من أكبر الزواحف البحرية التي عاشت على الإطلاق تخيلوا جسما أملسا وذيلا قويا وزعانف قوية تمنح هذا الحيوان رشاقة مذهلة في الماء كان الشاستاصوروس مفترسا كمينا يستخدم سرعته لالتقاط فريسته تخيلوه وهو ينزلق بهدوء عبر المياه العميقة ثم ينقض فجأة على ضحيته البليوسور فونكي الوحش القطبي أخيرا لنلتقي بوحش بحري آخر يدعى البليوسور فونكي أو كما يعرف ببريدتور إكس هذا المخلوق كان حقا وحشا بحريا بطول يزيد عن خمسين قدما ووزن يقدر بخمس وخمسين طنا تخيلوا جمجمة ضخمة أقوى بأربع مرات من جمجمة الديناسور تيريكس وأربعة مجديفة قوية تعطي هذا الحيوان مظهرا يشبه الكائنات الفضائية كان البليوسور فونكي صيادا شرسا وكان يسيطر على البحار في عصره ليفيتان وحش أعماق البحار الأسطورية من أعماق الزمن حيث يلتقي التاريخ بالأسطورة يطل علينا كائن بحري هائل يحمل في اسمه رنينا أسطوريا هو ليفيتان هذا الحوت العنبري العملاق الذي عاش في عصور ما قبل التاريخ كان من فصيلة فريدة حازت على اسمها من وحش التوراة الشهير ومن الحوت الأسطوري في رواية موبي ديك كان ليفيتان الذي عاش قبل حوالي ثلاثة عشر مليون سنة كأنه سفينة حربية تجوب البحار بطول يصل إلى خمسة عشر مترا أي ما يعادل طول مبنى من خمسة طوابق تقريبا ورغم تشابهه في الحجم مع أقاربه من حيتان العنبر المعاصرة إلا أنه كان يختلف عنهم اختلافا جذريا فبينما تتغذى حيتان العنبر الحديث على الحبار كان ليفيتان صيادا متوحشا يفترس كل ما يصادفه في طريقه من أسماك القرش الضخمة والفقمة وحتى الحيتان الأصغر حجما كان ليفيتان بكل بساطة ملك البحار في عصره ولكن ما يجعل ليفيتان أكثر رعبا هو تسليحه الفتاك فأسنانه التي يبلغ طول الواحدة منها أكثر من ثلاثين سنتيمترا كانت الأكبر بين كل الكائنات الحية المعروفة تخيل أن تحمل في فمك سكينا طويلا حادا هذا هو ما كان يمتلكه ليفيتان وقد عثر على هذه الأسنان في مختلف أنحاء العالم من أستراليا إلى تشيلي مما يدل على أن أي مكان في المحيطات كان عرضة لهجوم هذا الوحش البحري ولعل الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن ليفيتان قد شارك البحار نفسها مع كائن بحري مفترس آخر هو الميغالودون وهو نوع من أسماك القرش العملاقة فمن المؤكد أن صراعات دامية قد وقعت بين هذين العملاقين ولكنهما كانا في نفس الوقت يتشاركان الفرائس نفسها وبالنظر إلى قوة عضلات ليفيتان وقدرته على التحمل يرجح العلماء أنه كان الأقوى في هذه المعارك هذه المخلوقات البحرية العملاقة كانت تحكم البحار في عصور ما قبل التاريخ تاركة وراءها لغزا يثير دهشة العلماء والباحثين كيف عاشت هذه المخلوقات وكيف تغذت وما هي العوامل التي أدت إلى انقراضها هذه أسئلة لا تزال تبحث عن إجابات لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة والضغط على زر الجارس حتى يصلك كل جديد